موسيقى مساء الخير البداية من الاستشارات النيابية غير الملزمة يلي انتهت بتكرار المعروف والمطلوب فرنسيا حكومة اختصاصيين وعلى الجميع التعاون أما الرئيس المكلف فخرج ليعلن تفائل بالخير تجدوه تقرير جوالب يونس أنت من سيسمي الوزراء إن شاء الله بإن شاء الله دخل الرئيس المكلف مصطفى أديب عين التيني للقاء الكتل على استشارات غير ملزمة محصنا بخارطة طريق فرنسية مرسومة سلفا تطلب من الجميع التعاون وبالفعل هذا ما حصل ظاهرا فسعد الحريري الذي أخذ على عاتقه تسمية أديب خرجت كتلته برئاسة بهية الحريري لتؤكد تعاونها ولكن ماذا عن المشاركة؟ لا لا نحن واضحين إذا راحين لحكومة مستقلين ما حدا بالبلد ما عنده انتماء انتبهوا بس نحن ما حكومة مستقلين واختصاصيين نقطة على السطر لم يحسمها نهائيا المستقبل وعلى خطاه صار التقدمي الاشتراكي ولكن على قاعدة ما بدنا ظاهرا وبدنا باطنا ما عندنا مطالب مباشرة للحكومة وغير الحكومة بس ما عندنا أي مشكلة مع اختيار أي إنسان كفوق بأي طائفة بمأي موقع إذا كان بيخدم هذه الورق الإصلاحية لحطها مكرون القوات والمردى وكعادتهما صوبا باتجاه رئيس التيار ووزارة الطاقة لكن اللافتة كان حرص القوات المفرط على السيادة بلغناه أن القوات اللبنانية ما بدأت شارك ما بدأت تقدم أسامة مبارح نحنا كلبنانيين ما شعرنا بكثير من العنفوان ولا بالسيادة وقت سمعنا رئيس دولة ولو صديق عم يتوجه لنا بهالكلام ولكن هناك معلومات كمين بتقول رئيس الفرنسي توجه لكم بلحجة عالية وحضركم من العرق نحنا لو بنستمع على رأي غيرنا كنا أيدنا الأستاذ مصطفى أديب اختيارنا لغيره كان علي مفير ألي يقول نحنا منقرر شو بدنا ونحنا مع احترامنا وصدقاتنا لفرنسا وللرئيس ماكرون نحنا منعرف بلبنان أكتر منه نحنا منعرف بلبنان أكتر منه نحنا نعلي أنه دولته هو يسمى الوزارات الحساسة وعلى رأس وزارة الطاقة وفيما أبدت الوفاء للمقاومة كل نية للتسهيل فطرح المداورة في الحقائب سألنا عنه أنور الخليل لم نتحدث عن تفاصيل في شكل الحكومة أردناها أن تكون فاعلة منتجة تدرك الواقع السياسي الذي تتحرك فيه وطبيعة ومزاج الشعب اللبناني إن الكتلة لم تطلب شيئا لها لكن زميله حميد قال عكس ذلك متمسكون بالتوقيع الشعي في وزارة المال على أي حال التصويب على التيار من باب الطاقة رده باسيل بتصويب المسار باتجاه الدولة المدنية بموقف بارز من شأنه أن يحرج الجميع أي شكل من أشكال مشاركة من قبلنا تنستبق الموضوع أو عدم مشاركة مشاركة مباشرة أو غير مباشرة نحن أبلانين بكل شيء بيصير فيه عليه اتفاق بين الكل المهم الهدف هو إنجاز حكومة تنجز أكيد فينا نتمنى من باب التمنى حسب الخبرة أنه يكون فيه مدورة بالوزارات إذا عم نحكي عن دولة مدنية نبلش بمدورة بالوزارات عملت سنة 2014 المدورة هي اسمها مدورة بتبرم يعني مش بتبرم برمة واحدة وبتوقف تعمل برمة كيل طبعا ما في وزارة محجوزة لفريق أو لطايفة أو لجهة هيدا فكرة والله إذا الكل وفاق عليا بتكون شغلة منيحة للبنان وفيما تولى باسيل طاقة الرد ردبوا صعب على القوات بدفاع عن السيادة غير المنتهكة الرئيس مكروه عم يعمل جهة جبار ومش مظبوط المنطق اللي عم ينحكي فيها كأنه جاي لعننا وصاية فرنسية جديدة لا بالعكس نحن كلنا عنا استقلالية وكلنا نحن نعرف شو معناتها الواحد يكون مستقل ببلده ولكن صلنا لمرحلة في خلاف كتير كبير خطة طرحت اللي بدوا يطبقوها هن اللبنانيين بس ما بق فيها المنظومة تظل ماشي متل ما كانت ماشي بالماضي العالم ما بق يتقبله ونحن ما بق نتقبل الأمور تكون ماشي متل ما كانت ماشي ومن بين النواب المستقلين برزت مواقف شامل روكوز ساعة الناس بعد ما أخدها ساعة الناس بيقدر يأخذها من خلال أول مرحلة هي تشكيلة الحكومة لأنا بعتبرها أنه مفروض تكون حكومة مستقلة بكل معنى الكلمة حسب تشكيلة الحكومة وحسب برنامجها على قاعدات ما حد بدوا شيء هلأ خرجت مختلف الكتل مسهلة ولكن حتى اللحظة ليخرج بعدها أديب معلنا سننطلق من مبدأ أن الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج بسرعة وحرفية الملفات المطروحة وتستعيد سقة اللبنانيين المقيمين والمختربين والمجتمعين العربي والدولي كما نتطلع إلى تعاون مسمر مع المجلس النيابي الكريم لدرس وإقرار القوانين اللازمة لمواكبة المرشة الحكومية في الاستشارات لم تكن طريق مصطفى أديب معبدة إلى مجلس النواب والسبب أضرار انفجار مرفأ بيروت فهل يكون أديب على قدر المهمة ويؤلف حكومة مهمات من اختصاصيين ضمن خمسة عشر يوما فتكون طريقه إلى مجلس النواب للثقة معبدة ومسهلة أو أن الشياطين ستكمنوا في تفاصيل التأليف من عينتيني جوال بو يونس وتيفي وبعد زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى لبنان الحافلة بالمواقف والدللات السياسية ما هو الخطر الذي يسود لبنان في حال لم تشكل الحكومة بظرف خمسة عشر يوم وبدأت بتطبيق الإصلاحات بثمان أسابيع مثل ما طلب الرئيس ماكرون وما مصلحة وجدية الدولة الفرنسية بمحاولة انتشال لبنان من المعاناة الغارق فيها أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلا أولى تشرح أبعاد هذه الزيارة على المرحلة المقبلة في لبنان بشكل أساسي زيارة ماكرون أتت هذه المرة لفتع اللبنانيين أمام أمل كبير بتحقيق إصلاحات جدية وحقيقية من بعد ما الطبقة السياسية وخاصة ما يسمى الدولة العميقة ساهمت بتعميق الأزمة الاقتصادية بالهروب إلى الأمام وحاولت التنصل من كل محاولة الإصلاح وكل محاولة لمكافحة الفساد الإصلاحات التي طلب ماكرون من السلطة السياسية وطلبها من الحكومة الجديدة هي مطالب لبنانية بشكل أساسي هي أفكار قد استوحاها الفرنسيون من اللبنانيين ومن رغبة اللبنانيين بالإصلاح وخاصة الإصلاح الحقيقي الأكيد أنه يمكن أنه قد يكون عن بعض اللبنانيين يعني على الإسلوب تحفظ على الإسلوب الذي حصلت فيه ولكن بالنهاية بالنهاية نعم يمكن الطبقة السياسية ما كان ممكن تمشي إلا بهذا الإسلوب تبين أنه كل صراخات وصراخات الشعب اللبناني وكل دعوات الرئيس للإصلاح ولمكافحة الفساد لم تلقى إذن صاغية بالعكس يعني منشوف أنه تواطئ الطبقة السياسية مع بعض رجال الدين مع بعض الإعلميين والإداريين والأمنيين يعني تواطئوا مع بعضهم البعض لأفشل أي محاولة إصلاحية كان ممكن يقوم فيها رئيس الجمهورية أما بالنسبة إذا ما حصلت هذه الإصلاحات أو يعني خريطة الطريق اللي حتى الرئيس مكرون أمس بخلال زيارته إذا ما حصلت رح يكون فيه خطر يعني خطر على اللبنانيين بأمرين أول أمر أنه رح يكون فيه يعني ما رح يكون فيه مساعدات خارجية كان واضح على المجتمع الدولي بأنه من وقت تادر ولغاية اليوم أنه لن يعطي اللبنانيين شك على بياض مثل ما قال مكرون ما رح يعطوا إذا ما صار فيه إصلاحات يعني ما حدا ممكن يحق بسفينة مثقوبة يعني يستثمر بسفينة مثقوبة لذلك الخطر الأول هو انهيار اقتصادي شامل ومجاعة كبيرة ممكن يواجهها اللبنانيين وبالتالي الانفجار يعني نحنا كنا أساسا عم نعاني قبل انفجار المرفأ ومن بعد انفجار المرفأ صار فيه كوارث اقتصادية واجتماعية والتقارير الدولية بتقول انه قد يكون انه خمسين بالمية من اللبنانيين تحت خط الفقر وما بيقدروا يعني يأمنوا أمنوا الغذاء ببيئة الخريف هذا بالخطر الأول والداهم والحقيقي واللي ما في حدا يتعامى عنه الموضوع الثاني الخطر الثاني اللي ممكن يعني هو ليس خطر مباشر على اللبنانيين ولكن تداعيته قد تكون خطر على اللبنانيين أكيد العقوبات اللي هدد فيها مكروم للطبقة السياسية هي منع عقوبات على الشعب اللبناني هي عادة تكون العقوبات تستهدف قد تكون أوروبية تستهدف مسؤولين سياسيين بعينهم هن الأكيد أنه مكروم بيعرف أنه هربوا أموالهم وموجودين بأوروبا هذه الأموال مهربة من لبنان ومعظمها يعني معظمها أموال فساد وتم تهريبة من بعد 17-20 هذه العقوبات على هذه الطبقة السياسية ما بتأثر مباشرة على اللبنانيين إلا بحال السياسيين وهن معظمهم من أمراء الحرب دفعوا الأمور إلى الأمام وحاولوا أنه يعملوا اضطرابات أمنية تيهددوا الاستقرار هربا من هذه العقوبات أكيد بأنه كل دولة الدول الكبرى عندها مصالحها والدول ليست جمعية خيرية ونحن يعني اللبنانيين منا مفكرين أنه يعني فرنسا كرميل سواد عيوننا أو الدول اللي ممتجي تساعدنا هي كرميل سواد عيوننا هناك العديد من الملفات اللي هي حيوية لفرنسا ومشان هكي ممكن يعني فرنسا تكون جدية بمساعدة لبنان وجدية بإنقاذ لبنان من هذا الخطر الذي يتهدده أولا فرنسا يعني عندها نفوذ تاريخي بلبنان وفرنسا تريد أن يعني تجدد نفوذها التاريخي الشيء الأخير بأنه ماكرون اللي جاسي تبعه يعني أو سيرته هو رصيده السياسة بفرنسا قد يزيد بحال نجاحه بإنقاذ لبنان لما للبنان وفرنسا الروابط التاريخية مع تكرار المطالبة بدولة مدنية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للبنان وبعد بدع الرئيس العماد ميشيل عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية كون قادرة على حماية التعددية وصونا وجعل وحدة حقيقية ما هو التعريف القانوني للدولة المدنية وما هي شروط تطبيق الدولة المدنية وهل من الصعب تطبيقه بلبنان الخبيرة الدستورية والباحث السياسي عاد اليمين يشرح أصص ومعنى الدولة المدنية في الواقع لا يوجد من تعريف واضح ومحدد ومتفق عليه في علم السياسة أو في الحقل الدستوري لمفهوم الدولة المدنية ولذلك تتباين الأراء بين الفقهاء حول تعريف الدولة المدنية إلا أن الغالب على أن الدولة المدنية هي الدولة التي تبنى على أساس تكوين السلطات بإرادة الشعب بواسطة الحكم الديمقراطي من جهة وبناء على أساس وقوانين مدنية غير دينية وغير مستمدة من التشريع الديني ومن جهة ثالثة تقوم على قاعدة المواطنة أي انتماء المواطن إلى الدولة مباشرة من دون المرور بحلقات وسيطة مثل الطائفة أو المذهب أو العشيرة أو القبيلة فضلا عن القاعدة الرابعة والتي تعني المساواة بين المواطنين أمام القانون وأمام القضاء وبالتالي فإننا نستطيع القول إن الدولة المدنية هي تلك الدولة التي تعتمد الحكم الديمقراطي الذي يحترم الحريات العامة والذي ينبثق من إرادة شعبية لموجب انتخابات نزيهة كما أن في الدولة المدنية تسن القوانين بناء على معطيات مدنية وبالطرق المدنية وبإرادة مبثلي الشعب وليست منزلة من عليات ديني أو من موجبات سماوية كما أن القضاء فيها والمحاكم هي محاكم مدنية وليست محاكم دينية أو طائفية أو مذهبية ويتساوى فيها المواطنون في جميع الحقول سواء في حقول الأحوال الشعبية من زواج وطلاق ونفقة وإرث وحجر أو في حقول الوظيفة العامة أو في حقول إشغال المناصب العامة وهي تحترم الدين ولكن تبعد الدين عن السياسة ولا تسمح بتدخل الدين بالتشريع أو بالقضاء أو بالسياسة فهي دولة الديمقراطية والحرية والمساواة والسلام والموجبات المدنية وفصل الدين عن القانون والقضاء وتأمين ظروف العدل والمساواة بين جميع المواطنين قضائياً المحقق العدلي فادي صوان أوقف الرائد في أمن الدولة جوزاف النداف الذي خابر النياب العامة بوجود مادة النترات فعلى ماذا ارتكز وكيف ترد المصادر الأمنية على ذلك تقرير لارا الهاشم شكل توقيف الرائد في أمن الدولة جوزاف النداف مفاجأة بعد أصدار المحقق العدلي في انفجار المرفأ القادي فادي صوان مذكرات توقيف وجهية بحقه وآخرين هم مسؤول مخابرات في المرفأ العميد أنتوان سلوم والرائد في الأمن العام شرب الفواز والرائد في الأمن العام داود فيض مصادر قضائية أكدت الأوتي في أن النيابة العامة لن تطلب توقيف الضباط وأنما تركت الأمر للتقدير المحقق العدلي بناء على تحقيقاته التي أدت في نهاية إلى توقيفه في المقابل تصف مصادر أمنية مطلعة توقيف الرائد النداف باللا عدالة كون الأخير كان أول من كشف وجود مدت النيترات أمونيو في العنب الرقم 12 وبلغ أنها شديدة الخطورة وشديدة الانفجار في التقرير الذي رفعه جهاز أمن الدولة إلى الأمانة العامة لمجلس الأعلى للدفاع والنيابة العامة تميزية وتسأل المصادر عبر الأوتي بي أين معنويات العسكريين في أي مهمة يكلفون بها لمكافحة الفساد إزاء هذا الواقع وتضيف هل يترى أن الذي عامل واكتشف يحاسب قبل البرتكب علما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يعطي أي صلاحية لا لجهاز أمن الدولة ولا للأمن العام لدخول العنبر وتعود المصادر إلى القانون المذكور لتؤكد أن النداف تحرك ضمن الصلاحيات الممنوحة له اضطنص المادة 33 منه أن النائب العام إذا وجد أثناء التفتيش أشياء ممنوعة فيضبطها ويعود له أن يكلف ضابطا عدليا بإجراء التفتيش تحت إشرافه ومراقبته أما المادة 34 فتقول أنه إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل فيعين النائب العام الخبير المختص كما أن النائب العام يقوم بأي إجراءات تحقيقية أخرى يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة وتوفير الأدلة وفقا للمادة 35 أما بالنسبة لصلاحية أمن الدولة كضابط عدلية فتنص المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية على أن الضباط العدليون يطلعون نيابة العامة على ما يقومون به من إجراءات ويتقيدون بتعليماتها وكل تفتيش يجرونه خلافا لهذه الأصول يكون باطلا كما أن المادة 49 تمنح النائب العام صلاحية التحقيق في التحقيقات الأولية وللنائب العام بحسب المادة 50 أن يقرر حفظ أوراق التحقيق الأولي إذا تبين له أن الفعل لا يؤلف جريمة وهذا ما حصل وفقا للمصادر وعلى هذه المواد ترد مصادر قضائية بأنثمة مسئولية أمنية مختلفة ترتب على النداف كونه مسئول عن أمن المنشآت العامة في المرفأ إلا أن تحديد المسئوليات في النهاية يكون في الحكم النهائي وعن احتمال الاستماع إلى وزراء وقضاء فتقول مصادر قضائية الأوتي بي أن الاستماع إلى الوزراء لن يقدم أو يؤخر في حال لم يصوت المجلس النيابي بثلثي أعضائه على إحالته مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أما قضاء العجلة ومفاوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فيجب أن تدرس أليات الاستماع إليهم لا سيما وأنا القادي بيتر جرمانوس مستقيل وبمنطقة الرودة وقفة تضامنية مع الرائد جوزيف الندف في حضور أولاده وأمام نصب والده الشهيد ميلاد الندف وندقات تمحوري تحاول فك الظلم عنه ما تحرمون من بي مثل ما بين حرم من بي عبارة تلقص هدف التحرك الذي نفذته عائلة الرائد جوزيف الندف وأصدقائه ومحبوه في الروضة تحت النصب التذكاري لواليده الشهيد العقيد ميلاد الندف على الأكفي رفع طفله كابن بطل أوقف ليكون كبش محرقة فيما الحقيقة هي في مكان آخر كما ردد المتضامنون مع الرائد الندف للعائد ميلاد الندف والد الرائد جوزيف الندف بقل له قد ما أنت بتحبه لجوزيف الندف نحنا منحبه وكرامته من كرامتنا وحريته من حريتنا جوزيف الندف معه عشر عسكرية على المرفق بيناتهم اتنين للاستعلام صار له سنة جوزيف الندف كاتب تقارير قد ما كاتب الدولة اللبنانية كلها على المرفق ورفع على رؤسائه جوزيف ما شغلته أمن المرفق جوزيف نزل على المرفق لكتابة التقارير ومكافحة الفساد لو بده جوزيف يحمي المرفق ما بيعطوه ثمان عسكرية وبيقول له نزال احمي المنشآت تحت أنا بتوناعمته للشايد شرب المتة اللي توفى بالانفجار مع الندي استشهد أنا جاي بس تضامنا مع الرائد لأنه تاني خبرني شرب قداشه شريف قدان نظيف عايب اللي عم بصير بش الزعران بينفلته والآدم بينقعد بالحبس كل الأمن الدولي هي اللي بلغت أول شي وشهيدنا هو السبب هو اللي بلغ وقدمت بقرير فيهم بش لا يلحظ تحت الطلاب وهن فوق الطراب حسبوا اللي قلوا ما قلوا سنة على البار وتركين اللي سنين حطينها في ردويل برا حسبوا اللي حطوا اللي ما يطلع ميلاد النداف وابنه البطل يطلعوه يطلعوك بش بحراء يعيب الشوم عليهم توقيف النداف هو عار لأنه قام بأكثر مما يترتب عليه كضابطة عدلية يقول منسق لجنة مكافحة الفساد في التيال وطني الحر المحامي ودي عقل وبالتالي فأن أخلاء سبيله فورا هو المطلب الأساس شرف وتضحي يوفي قبل ما يلبس بدلته مش بس لبس البدل صار شرف وتضحي يوفي عيب عليهم يعني ورئيس الجمهورية اختاروا لجوزيف لأنه كفه نضيفه ما بيرتشى لهذا السبب حطوه تحت المراسلات اللي شفناها نحنا بالقضاء أناعتنا أكتر من هيك مشان هيك نحنا جيين ووقفين هون غير أنه بالنسبة لأقلنا والنسبة لأقلي شخصية ابن شهيد بالجيش اللبناني عامين ظلم هذه الشغلة ما بقبلها ولا ممكن قبلها جوزيف النداف بـ 28-5 تواصل مع المددعي العام العسكري كان بيتر جرمانوس وقال له في أمبلي على بور بيروت بيرد علىه بيقول له روح على قضاء العجلة بيرجع بذات نهار بيتواصل مع مددعي عام التمييز القاضي غسانع ويدات وبيقول له ذات الكلام بيقول له بيكون الجواب من مددعي عام التمييز بيفتحوا تحقيق بيفتحوا تحقيق على يومان بيجيبوا مسؤولين الأمن ببور بيروت يلي كلهم مش عاملين واجباتهم وتبينت الفضيحة كلها من المهين ومن المعيب أنه جوزيف النداف اليوم يكون مغوف جوزيف النداف كان لازم يكون عنده وسام اليوم أنه حاول يخلص لبنان شو بيعمل انتهت الوقفة التضامنية الرمزية لكن الشعور بالخيبة بقي وبقي معه الإحساس بأن ما قطع هذه المرة هو قلب ميلاد النداف الذي انطفأ من أجل الوطن أما طفلته الرائد النداف فلا تزال صغيرة جدا لتميز الفارقة بين الظلم والعدالة فاصل ومنتابع أخبار المساء متابعين معكم أخبار المساء البابا فرانسيس يرى أن لبنان يواجه خطر كبير ويجب عدم التخلي عنه ودعا البابا المؤمنين في أنحاء العالم إلى يوم عالمي للصلاة من أجل لبنان الجمعة المقبل في أربع أيلول أعتبر أن لبنان يواجه خطرا شديدا ولا يمكن ترك هذا البلد في عزلته وأدعو المؤمنين في أنحاء العالم إلى يوم عالمي للصلاة والصوم من أجل لبنان يوم الجمعة المقبل منذ أكثر من مئة عام كان لبنان بلد الرجاء حتى في أحلك فترات تاريخهم حافظ اللبنانيون على إيمانهم بالله وأظهروا القدرة على جعل أرضهم مكانا فريدا للتسامح والاحترام والتعايش في المنطقة فلبنان هو رسالة حرية وهو مثال على التعددية بين الشرق والغرب من أجل خير لبنان وإنما من أجل خير العالم أيضا لا يمكننا أن نسمح بضياء هذا التراث وبالتالي أشجع جميع اللبنانيين على الاستمرار في الرجاء وإيجاد القوة والطاقة للبدء من جديد وأطلب من السياسيين والقادة الدينيين أن يلتزموا بصدق وشفافية في أعمال إعادة الأعمار والتخلي عن المصالح الحزبية والنظر إلى الخير العام ومستقبل الأمة وأنا أدعو المجموعة الدولية إلى دعم لبنان لمساعدته على الخروج من هذه الأزمة الخطيرة دون التورط في التوترات الأقليمية وأطلب من سكان بيروت الذين تعرضوا لتجربة قاسية من جراء الانفجار بأن لا يتركوا بيوتهم وتراثهم ومع هذا الخبر مشاهدين منوصل لختم أخبار المساء للمزيد تابعونا عبر فيسبوك واتويتر شكرا للمتابعة وتصبحوا على ألف خير موسيقى اشتركوا في القناة